سلام فرمنده نشيد ايراني اطلق بتوجيه من خامنئي عام الفين واثنين وعشرين وعزف داخل البرلمان في بغداد وسط اجواء فرح وابتهاج تراقص على انغامه عدد من النواب الطائفيين وهو ما اعتبره مراقبون ولا انصريحا من قبل قوى الاطار التنسيقي لنظام ولاية الفقيه سلام فرمنده الذي تمجد كلماته قادة الحرس الثوري الايراني المدرجين على قوائم الارهاب ومنهم قاسم سليماني الذي قتله الامريكيون عام الفين وعشرين وعبارات تحشيد عقائدي واستغلال للاطفال خدمة لمشروع ايران في الهيمنة والتوسع في المنطقة صار يعزف في كل الاحتفالات والمناسبات التي تقيمها الاحزاب والميليشيات في اصرار واضح على استفزاز بقية المكونات العراقية لم يقتصر الامر داخل البرلمان في بغداد على عزف انشودة سلام فرمنده بل ردد النواب الطائفيون هتافات بل تهديدات صريحة تتوعد بالويل والجحيم لكل من هو غير موال في اشارة واضحة للمكونات الاجتماعية الاخرى من النسيج العراقي صلي اسمع تصلي مرجعك للنار مال امر صلاة ادراك انترى مجلس النواب الذي من المفترض انه سلطة تشريعية تأخذ على عاتقها مناقشة واقرار قوانين تخدم المجتمع وتخفف عن كاهله تبعات فشل عملية سياسية عمرها اكثر من عشرين عاما الا ان نوابه كانوا ابعد ما يكونون عن ازمات الشارع واقرب الى التشرذم الذي قاد العراق الى الهاوية وفق تقرير اصدره موقع مودر دبلوماسي الامريكي الذي اكد فشل احزاب السلطة وممثليهم في البرلمان في تطوير نظام حكم شامل للجميع فيما رسخوا بدلا منه المشروع الطائفي بقوة المال والسلاح بتخادم امريكي ايراني حسب تقرير الموقع نفسه وهو ما ادركه متظاهر ثورة تشرين حينما رددوا هتافهم الذي يفضح حقيقة احزاب السلطة الطائفية الفاسدة